ذكريات أليمة عاشها محمود بو عرابة إبان الثورة التحريرية أصبحت اليوم مصدر إلهاما له ليحولها إلى تحف فنية من ألات حربية وأسلحة وقنابل يستمد منها قصة حب بينه وبين هذه الحرفة التي صنعت منه فنانا كان يوما له حلما بأدوات بسيطة وألات صغيرة استطاع محمود أن يختصر الأيام القاسية التي نسخت في ذاكرته أياما كان مجاهدا نكيني مثل الحاجة ثاوج تدرق بور بيك داوض الحاجة مروفوسي أتفعل أذف الحاجة قبريذ أركض نتمدن كتيتدوية أسخد مغمضق بسكي ثلاث نسخ قروي وزرام كتيتل صفا قصت محمود بهذا الكوخ الصغير ذكريات كثيرة تسافر معه إلى تلك العلاقة الحميمة التي كانت تجمعه بأفراد عائلته حيث لا يزال يرى كل واحد منهم في هذه الأصوار المتناظرة بالإضافة إلى كل هذه الصفات والعلاقات الحميمة هذا القط الذي لا يفارقه ويداعبه يوميا حيث وجد فيه اليوم الرافق الوحيد لأيامه